قال وزير الطاقة الجزائرية الجديد يوسف يوسف أمس أن بلاده تأمل في أن تقيم الجولة القادمة من ترخيص النفط والغاز قبل نهاية العام الجاري ملتزما بجدول زمني وضعه سلفه وعينت الجزائر البلد العضو في منظمة أوبيك الشهر الماضي رئيسا تنفيذيا جديدا لمجموعة الطاقة الحكومية الجزائرية سوناتراك ووزيرا جديدا للطاقة في أكبر تغيير تجريه على هيكل قطاع الطاقة في عقد من الزمن قال مصدر في مجلس الشيوخ الأمريكي أن وزير العدل البريطانية السابق دعي للشهادة أمام الكونغريس الأسبوع القادم في جلسة استماع بشأن إطلاق الصراح الليبي عبد الباسط المقرحي الذي أدين في قضية لوكيربي ورفض مسؤولان من اسكتلندا الموثولة أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي التي تحقق في ملابسة القرار الذي اتخذته سكتلندا العام الماضي بالإفراج عن المقرحي أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله وجود مشروع يستهدف المقاومة من خلال المحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة المسؤولين عن مقتل رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري وأضف نصر الله أن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أبلغه شخصيا بأن المحكمة ستصدر قرارا ظنيا يستهدف عناصر غير منضبطة من حزب الله على حد تعبير المحكمة كوثر حمون مسلسل التحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري يتخذ مصارا جديدا مصار سترفع فيه ربما المحكمة الدولية إذا الاتهام التي ظلت موضوعة على سوريا لأزد من خمس سنوات لتحط بها في لبنان وتحديدا على عناصر حزب الله معلومات خرج زعيم الحزب يدلي بها في مؤتمر صحفي عقده في الضحية الجنوبية لبيروت نصر الله صرح أن لقاء جمعه برئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري أبلغه فيه بنفسه أن قرارا ظنيا ستصدره المحكمة الدولية وستدين فيه بشكل مباشر أفراد وصفتهم بغير المنضبطين من الحزب في مقتل والده رفيق الحريري طريقة عمل المحكمة والتركيبتها والتجربتها وآنونا والاستنتاجات التي تصرف على أساسها أنا شخصيا ما بقبل قرارات هذه المحكمة إلا إذا استندت لا ضدنا ولا ضد أحد إلا إذا استندت إلى أدلة حقيقية وصلبة اتهامات المحكمة الدولية وإن كانت لم تخرج إلى أرض الواقع بعد إلا أنها أثرت غضب نصر الله الذي رفضها جملة حيث صرح للحزب أن كل المعطيات التي تشير إلى أن القرار الظني سيناريو معد ومجهز منذ سنة 2008 أي قبل التحقيق مع نصر الحزب بيد أن المحكمة حسب نصر الله أجلت إصداره لأسباب وصفها بالسياسية القرار المنتظر يرى فيه حزب الله مكيدة من حيكة إسرائيلية تود بها تل أبيب محو المقاومة وتفجير فتنة داخلية في لبنان هذه الاتهامات تعضدها التقارير التي سبق وتسربت من الولايات المتحدة والتي أكدت تورط المصاد في عملية اغتيال الحريري إلا أن هذه التقارير لم تلقى العناية الدولية الكافية وسرعان مطويت كمطويت من قبلها عشرات الملفات المدينة لإسرائيل حث الرئيس الأمريكي باراك أوباما الزعماء العراقيين أمس على إنهاء المأزق السياسي المستمر منذ انتخابات مارس الماضي وتشكيل حكومة جديدة جاء ذلك عقب دعوة عمار الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي رئيس المزراء نوريا المالكي للتنحي وإفسح طريق أمام آخرين لتشكيل حكومة جديدة في العراق في محاولة لإنهاء حالة الفراغ السياسي في البلاد قال رئيس البنك المركزي الأوروبي جون كلوت خيشين هو يتعين على دول صناعية أن تخفض من الإنفاق العام وتزيد الضرائب على الفور من أجل ترسيخ الانتعاش الحالي وفي مقال نشرته صحيفة فاينانشن تايمز أكدت خيشين الحاجة مليحة لتنفيذ استراتيجية جديرة بثقة لتحقيق الاستقرار المالي في المدى المتوسط مضيفا أن استقرارا اقتصادي منظما ونموا تتوفر له مقاومات الاستمرارية يعتمدان على قدرة المالية العامة على التدخل أثناء الأزمات قال مركز للأرصاد الجوية الروسي ناموسكو شهدت أمس أشد أيامها حرارة منذ ثلاثة عقود تقريبا وأن موجة الحرارة دمرت عشرين بالمئة من المحصول الزراعي لهذه السنة هذا وبلغت درجة الحرارة في العاصمة خمسا وثلاثين درجة مئوية للمرة الأولى منذ الف وتسعمائة وواحد وثمانين وتقول جماعات نشطة في مجال الدفاع عن البيئة إن موجة الحر في روسيا دليل على ظاهرة الاحتباس الحراري في العالم شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء